خبر تاني يسعدنا في كوادرنا اللي فاتت وده حاجة كويسة جدا وقوة نعيمة لنا في تحت الراديا وخلينا اقول لكم ان ده انعكاس طبيعي تاني لما الدولة المصرية رأت انها تنظم بطولات على ارض مصر تقريبا واحد وعشرين بطولة عالمية تنظمت على مدار السنة الموضوع ده كان اكبر داعم لكوادرنا كان خلتنا كل الدول العالم تيجي هنا ويشوفوا النهضة اللي بتحصل في مصر فلما ينزل واحد مصري او الشخصية مصرية او رئيس الاتحاد ينزل على منصب عارفين هو جاي من ايه جم شافوا مصر وشافوا النهضة اللي بتحصل في مصر فايزا بالتالي لما يدي صوته لمصر هو عارف ان هذا الشخص يستطيع ان يقود ومش كده بس لا وحققنا نتائج يعني اخو ماس الحديث ده حقق نتائج السلاح حقق نتائج يعني مش بس تنظيم تنظيمه نتائج نتمنى ان التجربة دي تعم في كل اتحادات نتمنى احنا مش يعني يعني السلاح او او الخماس الحديث بقى الاتحادات مش قال منهم طب بالطبع الكاراتيه وبالطبع اتحادات تانية زي ريشة الطائرة فيه غير وغيره اتحادات نجحت في تحقيق انجازات وتنظيميا في تنظيم البطولات ليه بقيت الاتحادات نتمنى ان العدوة الحلوة دي والعدوة الحميدة دي تنتشر وسط الاتحادات والناقي دايما مصرف الى الامام لان الحقيقة احنا نستحق ده عندنا كوادر احنا دولة المئة وعشرة مليون نستطيع نستطيع وعند دينا استقرار وبنية تحتها نستطيع أن احنا نتصدر المشهد الرياضي وده اللي بيحصل دلوقتي بإذن الله قبل ما طبعا ما نروح لفاصل بس فيه خبر عايز أقولول حضراتكم عن عمر عصر عمر عصر لعبنا طبعا المحترف في أو اللي هو كان المحترف في فرنسا ورجع إلى النادي الأهل السنة دي كان بلعب بطولة العالم الحقيقة ولم يوفق أمر طبيعي أو أمر عادي أن أي لعب ما يوفقش لأنه يعني بيبقى ممكن يعني مش متوفق خلاص الدنيا تمام خلاص ماشي الجميل أنه هو نزل اعتذار الحقيقة الجميل أنه نزل اعتذار لجمهوره وده احترام منه لجمهور النادي أو جمهور مصر جمهور المتابعة لتنس الطولة خلينا نشوف له قال إيه قال الحمد لله دائما أبدا بطولة غير موفقة ليه بعد الخسارة ضد لعب كوريا الجنوبية وخسرتنا في زوج المختلط ضد الهند الخسارة وضحت حاجات كتير أهمها أننا لم نعد لعبة شهيدة الله عليك كلام حلو زي زمان ناس كتير غاليين أو غاليين علينا بيتابعونا وبتدينا من وقتها ومجودها وبتصهر عشان نتابع مبارياتنا حتى ولو فرق حتى لو فرق التوقيت بيوصل أحيانا لعشر ساعات الناس دي حقق علينا أننا نتعب ونكتهد ونكون قد المسئولية كمان حقوم علينا أننا نعترف بالتقصير برافو عليك عمر عشان كده أنا حابب أشارككم أني كنت مقصر في الإعداد لبطولة العالم بشكل كبير أنا الديت الأولوية لمباراة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا اللي أقيمت في روسيا مؤخرا وده أدى إلى ضياع وقت وجهد مهدر في السفر كان يفضل استخدامه لإعداد الفني والبطولة العالم أنا بعتذر عن ذلك وجاري تعديل خطة إعداد البطولات اللي بمثل فيها مصر وهي الأهم برافو 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 الكلام ده يدرس أهم من الفلوس وأهم من الأندية وأهم من أي شيء تاني كمان حابب أشارككم أن الحد 48 ساعة قبل السفر لأمريكا لم نحصل على التأشير وحصلنا عليها في آخر لحظة من دبي وده أهضر وقت كبير وجهد وهي دي الصورة الكاملة لبطولة العالم حلال أنا فخور بصديق النيجيري أرونة كوادري لوصول الرابع النهائي وده بيدينا أمل كبير أننا نقدر نوصل لأعبد من كده من كده شكرا لدعواتكم وحبكم لتنس الطولة خلينا أقول لكم الكلام ده ينوم لعمر عصر خد خمس ألمبياد الشخصية دي الشخصية اللي بيحاسب نفسه قبل حد ما يحاسبه واللي عنده اسم مصر هو الأهم يقول لكم ليه هو خد خمس ألمبياد أنا حبيت أقرى ده عشان الشاب الزغير يسمع لعيد بقيمة عمر عصر حاطت اسم مصر أهم من الفلوس وأهم من الدوري وأهم 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 وبيوعد جمهوره أن الفترة اللي جاية أنا بإذن الله نظرت للإعداد للبطولات هتخالف وأحط دايما لو عندي بطولة مع المنتخب جايها كلام واضح هيديها الأولوية حتى لو جاه على حساب مشاركته مع فرقه الأوروبية أو فريقه مع النادي الأهلي ونعكس عليه مدية لازم كنا نقول ده ومنحييك من هنا عمر ومنتملك كل التوفيق ولازم عندنا حق الثقافة دي أنا مقصر أنا أسح مفيش مشكلة أنا حسن في اللي جاي مش لازم أحط مبررات أن أصل فلان أصل ألان أصل حصل أصل 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 أنا مقصر طب أنا كنت المفروض أعمل كده هتقول لي مبرر أقولك أنت كنت ممكن تتغلب عليه إزاي فإذن ثقافة إحنا مفتقدينها في مصر ومش مفتقدينها في الرياضة بس مفتقدينها حتى في الكوادر الرياضية إلا طبعا مجموعة كبيرة طبعا عندنا في مصر عندهم الموضوع ده وعندهم حتة أن هم دايما بيكونوا صرحة ما نفسهم في الكوادر شفنا الموضوع الشيف العريان شفنا عبد الملم الحسيني في السلاح يعني شفنا أسامي كبيرة بدأت ككوادر نتمنى الموضوع ده والعادة أنا بجيب لكم أخبار كلها بسطف عشان تشوفوا أدي أبطالنا وإدي نجومنا وتبقى دي القدوة لين